بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم. الحالة اللي هشوفها دي مش بتقابلك كتير في الشهور عشان كده تابع معي الفيديو لنهاء عشان تستفاد. خصة لما يكون عندك حالة زي دي انت حابة تربط مصورة بولي على مصورة صرف. تمام? طيب الصرف اللي عندي هنا ده بيفي سي. طيب لو كانت كمان مصورة البولي دي هتركب على صرف بجوان. هل ينفع? ينفع. بس احنا الحالة اللي معنا دي اللوكتي في حالة البي في سي الابيض اللي هو حيركب الغير. ا انا بشيور لك على الغيرة اللي معي غيرة آآ الشريف الابيض. تمام? هنشوف لقطة عملية ربط سليمة بين المصورة البولي. تمام? وبين المصورة ايه الصرف. وكمان هنشوف ازاي نربط العلاقة صحيحة بين المصورة نفسها الصرف البي في سي الابيض مع مخرج البلاعة ابو جوان. تابع معي الشرح. ولو استفاتوا حابة تابعني على الفيسبوك. اسم القيصة للبجة عندي على مسباكة احمد ضيفي. اعمل متابعة ومتابعة مفضلة. واعمل اعجاب للصفحة ولايك للفيديو. وحابة تاب يعني على اليوتيوب. علم السباكة احمد ضيفي في اسم القناة. اشترك في القناة وفعل زر الجرس للكل يصل لكل جديد مفيد. يلا بينا نشوف القبارات عامل كده. انا ابتديت ان انا جيب بوش حديد واحد ونصف واحد. تمام? ابتديت ان انا كتنه آآ تفلون وبعد كده آآ سطوبة وبعد كده تفلون. وبتديت ان انا جيب جلبة بسن آآ خارجي آآ بولي. تمام? ولحمت فيها فضلة مصورة عندي في البولي. وبتديت ان انا كده ركبت الجلبة الذكر عندي في البوش الحديد او النجاس الحديد. وبتديت انا لقط النجاس الحديد في الجلبة بتاعت البانيو السمارت اللي عند البوسة ونص السن الداخلي اللي هي الابيض. تمام? ولقط كده باحترافيه وبعناية بحيث انا لقط السن عشان سن النجاس عندي خشن وسن الجلبة عندي. نعم فلازم القط بضيجة سليمة. بأكد بالرباط عندي عشان تحصلش عندي مشكلة. وبعد كده بعد ببني الرباط وبتأكد من الرباط بتاعي السليم تمام? ما يسبب ليش مشكلة في المستقبل تسيب ولا كده. هبتدي ان ادي فر بفوق الكتان. كده انا بوريك ان انا ربط العلاقة ازاي جيبت الجلبة الدكر مع النجاس مع الجلبة السمارت بتاعت البانيو. حدي فرشة الغيرة ازاي التأكيد مش اكتر بقررها تاني. حاجة بتعملها اعملها مش حاجة بتعملها ما تعملها هنقول لك دلوقتي على طريقة الربط التانية السليمة. الا وهي عملية ازاي اربط مصورة بفيسي ابيض بوص ونص على مخرج بلاعة بجوان ومحصلش عندي تسيب. طبعا كده انا بشاور لك حاليا دلوقتي على حي سيمة جيشة يعرفو اخواتي وزملائي السباكين. تمام? الجيشة دي تمانية واربعين في خمسين. مخرج البلاع عندي بيكون خمسين والمصورة عندي بتكون تمانية واربعين. تمام? هم بيبقى فيه نقص عندي اتنين ملي فانا باعوضهم من خلال الجيشة دي. يبقى كده الجيشة اه الجوان ملع معي التسريب. والجيشة ركبت غيرة على المصورة. كده يبقى مصورة مع الجيشة بالغيرة. والجيشة مع الجوان مع مخرج البلاع. يبقى كده ما فيش تاسية تماما. فالنقطتين اللي انا مصورة الصرف. مع مصورة الصرف مع البلاعة. كده الوضع امن وعلاقة سليمة في الاول وفي الاخر. ده كان شرح عملي لو جاب لتك مصورة بولي مع مصورة الصرف. لو استفدت معناه. ادعمنا باللايك والشير. اعمل متابعة للصفحة ومتابعة منفضلة. واشترك في القناة وفعل زر الجرس الكل سألك كل جديد مفيد. لايك والشير مش هيخسرك حاجة. بلاش ان انت تشاهد في صمت تخرج في صمت. اسبت شخصيتك. عن وجودك بان انت تعمل لايك لا بفلوس ولا الشيخ كمان ايه بفلوس بسيطة خالص. لكن بندعم بها بعض. لو كان ده سباك اجنيبي او حد اجنيبي كنا كلنا حنسقف له.